بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الإعدادي موعدكم اليوم مع درس من دروس مادة الجبر هناخد العمليات على الفترات الأهداف اللي لازم نعرفها النهاردة لازم نعرف يعني إيه فترة ما هي الفترات يعني إيه فترة والحاجة التانية لازم يعرف يفرج الطالب بنوعيات العمليات على الفترات وتالت حاجة يتعرف على إيجاد العمليات دي باستخدام خط الأعداد هنمشي مع بعض في الدرس ده بالراحة واحدة واحدة عشان نوصل لمستوى كويس أهم حاجة نعرف يعني إيه فترة الفترات هي مجموعات جزئية الفترات هي مجموعات جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقة أي فترة هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقة دايما الفترات هي مجموعات جزئية يعني حتة من مجموعة الأعداد الحقيقية دي باجا اللي جدامنا دي اسمها الفترة المفتوحة اتنين وخمسة ايه معنى الفترة المفتوحة اتنين وخمسة خلي بالكم القوص بتاع التنين مفتوح وبتاع الخمسة مفتوح دي اسمها الفترة المفتوحة اتنين وخمسة يعني لا التنين تابعنا ولا الخمسة تابعنا دي اسمها الفترة المفتوحة اتنين وخمسة يعني لا التنين تابعنا ولا الخمسة تابعنا أما المين اللي تبعنا جميع الأعداد الحقيقية اللي بين الثنين والخمسة ودي عدد لا نهائي من الأعداد معنى الفترة المفتوحة اثنين وخمسة يعني جميع الأعداد المحصورة بين الثنين والخمسة لا الثنين تبعنا ولا الخمسة تبعنا ولما جمى السلع على خط الأعداد بعمل دايرة عند الثنين ودايرة عند الخمسة واسيبهم مفتوحين وظلل اللي بين الدايرتين يعني باعمل دايرة عند التنين ودايرة عند الخمسة وظلل اللي بينهم دي اسمها الفترة المفتوحة اتنين وكام وخمسة لا التنين تابعنا ولا الخمسة تابعنا بس جميع الاعداد الواقع بين التنين والخمسة تابعنا طيب دي الفترة المفتوحة اتنين وخمسة طيب لو جاب لي فترة كده دي بقول عليها الفترة النصف مفتوحة اتنين من جهة اليمين الفترة النصف مفتوحة من جهة اليمين اتنين وخمسة وممكن اقول عليها الفترة النصفة مغلقة من جهة اليسار الفترة دي نلاحظ ان القوس التنين مفتوح القوس بتاع التنين لبرة القوس بتاع التنين لبرة القوس بتاع التنين القوس بتاع التنين قوس مفتوح لبرة يعني التنين دي مش تابعنا بس القوص بتاع الخمسة مغلق يعني القوص بتاع الخمسة مغلق معنى يعني ايه يعني الخمسة دي تابعنا التنين مش تابعنا لكن الخمسة ما لها تابعنا ايه يعني الكلام ده معنى الفترة النصف مفتوحة من جهة الامين اتنين وخمسة يعني جميع الاعداد من بعد التنين التنين مش تابعنا من بعد التنين من بعد التنين لغاية مين لغاية الخمسة الخمسة تابعنا أيوة تابعنا الخمسة طب التنين تابعنا لا التنين مش تابعنا طب ليه التنين مش تابعنا والخمسة تابعنا التنين مش تابعنا لأن القصة بتاع التنين مفتوح أما الخمسة القصة بتاعها ماله مغلق مغلق دي اسمها الفترة النصف مفتوحة من جهة اليمين أو النصف مغلقة من جهة اليسار معناها التنين مش تابعنا أما الخمسة تابعنا يعني معنها جميع الاعداد من بعد التنين لغاية الخمسة طب ازاي ما السلع على خط الاعداد حرسم دايرة عند التنين واسيبها مفتوحة لان القوس بتاعة التنين مفتوح وارسم دايرة عند الخمسة وظللها لان القوس بتاعة الخمسة مغلق ووصل بين الدايرتين وظلل اللي بينهم طب نشوف التالتة دي نلاحظ في التالتة دي القوس بتاعة التنين هو اللي مغلق والخمسة مفتوح دي بقول عليها الفترة النصف مغلقة من جهة اليمين اتنين وخمسة القوس بتاعة التنين مغلق يعني التنين دي القوس بتاعة التنين مغلق يعني التنين دي تابعنا القوس بتاعة التنين دي مغلق فالتنين دي تابعنا اما القوس بتاعة الخمسة مفتوح يعني الخمسة دي مش تابعنا يعني ايه معناها الفترة دي يعني معناها من بعد التنين ولا من أول التنين أيوة صاحة كده ممتازين معناها من أول التنين لأن القصة بتاع التنين مغلق من أول التنين التنين تابعنا لغاية جبل الخمسة الخمسة مش تابعنا من تاني الفترة النصف مغلقة من جهة الامين اثنين وخمسة القصة بتاع التنين مغلق معناها التنين تابعنا لكن الخمسة مش تابعنا معناها من أول التنين لغاية جبل الخمسة التنين تابعنا الخمسة مش تابعنا وكل منهم تابعنا طبعا في عدد لا نهائي من الأعداد هنا برضي إزاي ما السلع على خط الأعداد طلعا أصلا عارفكم أنكم عارفتوا هعمل دايرة عند التنين وظللها لأن القوص بتاع التنين مغلق وهعمل دايرة عند الخمسة بس ما ظللهاش لأن القوص بتاعها مفتوح الفترة الأخيرة دي دي بنقول عليها الفترة المغلقة اتنين وخمسة القوص بتاع التنين مغلق وبتاع الخمسة مغلق دي اسمها الفترة المغلقة اتنين وكام وخمسة يعني من أول التنين لغاية الخمسة التنين تابعنا أيوة تابعنا لأن القوص بتاعها مغلق طبو الخمسة تابعنا لأن القوص بتاعها ماله مغلق دي اسمها الفترة المغلقة اتنين وكام وخمسة دي اسمها الفترة المغلقة اتنين وكام وخمسة دي اسمها الفترة المغلقة اتنين وخمسة ازاي ما السلع على خلق الاعداد هارسم دايرة عند التنين وظللها وارسم دايرة عند الخمسة وظللها ووصل بينهم وظلل بينهم دي معناها الفترة المغلقة اتنين وكام وخمس طيب تعالى نشوف احنا مثال كده بيقول لي ضاع الرمز المناسب ينتمي او لا ينتمي لتكون العبارة صحيحة عاوزين نحق يا اما ينتمي يا اما لا ينتمي ما كان النقر الحاجة لو موجودة هنحط ينتمي لو مش موجودة نحط ايه لا ينتمي يعني عاوزين نحط يا اما ينتمي يا اما لا ينتمي عاوزين نحط ينتمي او لا ينتمي طيب عاوزين نشوف احنا دلوقيت هنشتغل هنحط ينتمي ولا ينتمي اول حاجة الألف رقم ألف تلاتة نجة من الفترة النصف مغلقة من جهة المين سالب واحد وتلاتة التلاتة دي موجودة هنا ولا مش موجودة لو التلاتة موجودة أحط ينتمي غير موجودة أحط لا ينتمي ممتاز اللي بيقول كده اللي بيقول إن القوس بتاع التلاتة مفتوح يبقى معناه التلاتة دي مشتبعنا القوس بتاع التلاتة قوس مفتوح يعني التلاتة دي مشتبعنا يبقى نحط ممتاز 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 فعلا فعلا الإجابة لا ينتمي تاذا اللي نور عليك اللي بيقول لا ينتمي ده ممتاز ليه لأن القوس بتاع التلاتة قوس ما له قوس مفتوح يبقى التلاتة لا تنتمي رقم سالب اتنين نجد من الفترة المفتوحة سالب واحد وثلاثة هل الفترة طبعا الفترة المفتوحة سالب واحد وثلاثة دي فيه عدد لا نهاية من الاعداد لكن هل في ما بينهم سالب اتنين هل سالب اتنين موجودة في الفترة المفتوحة سالب واحد وثلاثة طبعا الاجابة لا ينتمي مش جاعد رقم جين نص نجد من الفترة المفتوحة سفر واحد هل النص موجود في الفترة المفتوحة سفر واحد خلي بالكم الفترة المفتوحة سفر واحد دي فيها عدد لا نهاية من العدد فيها عدد كتير جدا 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 عدد لا نهاية من العدد هل النص موجود في الفترة دي ولا مش موجود موجود النص في الفترة دي ولا مش موجود هل النص موجود في الفترة اللي عندنا دي ولا مش موجود نشوف كده مع بعض إجابتكم النص تمام وعليكم السلام تمام يا علي علي محمد علي محمد لا ينتمي وميسون لا ينتمي ماشي يا علي ينتمي آه دي الإجابة بتاعة السؤال ده علي بيقول ينتمي وميسون بيقول ينتمي طيب النص ينتمي وهذه إجابة ينتمي برضي ممتازين تعال نشوف النص إيه الإجابة بتاعتنا أيوة فعلا ينتمي لأن النص موجود ما بين السفر والواحد النص فعلا موجود ما بين السفر وإيه والواحد يبقى النص ينتمي النص ينتمي طب تعال نشوف رقم دال جزر اتنين نجر ما بين الواحد والتنين الفترة المغلقة واحد واثنين جزر اتنين نجر من الفترة المغلقة واحد واثنين موجود ولا مش موجود عندي أنا طريقة ممكن أعملها بالآلة إزاي بالآلة أكتب جزر اتنين على الآلة وشوفها حتساوي كامل حالجها واحد وشوية الواحد وكسور موجود ما بين الواحد وثنين أيوة يبقى ينتمي دي طريقة أو ايه الطريقة التانية أربع يعني إزاي أربع من غير آلة يعني إزاي أربع أربع الجزر اتنين يبقى اتنين أربع الواحد واحد أربع التنين يبقى أربعة التنين موجودة ما بين الواحد والأربعة موجودة يبقى نحط العلامة ايه ينتمي يبقى عندنا طريقتين ممكن باستخدام الآلة أشوف جزر اتنين بالآلة حالجها واحد وكسور واحد وشوية الواحد وشوية جاعدة في الفترة المغلقة واحد واثنين أيوة يبقى ينتمي أو نربع مربع الجزر اتنين اتنين ومربع الواحد واحد ومربع التنين كام أربعة يبقى جزر اتنين ينتمي رقم ه أربعة نجت من الفترة النصف مغلقة سفر وخمسة هل الأربعة موجودة هنا ممتازين ممتازين الله ينور عليكم فعلا ينتمي الأربعة ينتمي رقم واو الجزر التكعيبي لسالب تمانية الجزر التكعيبي لسالب تمانية طبعا معروف الجزر التكعيبي لسالب تمانية سالب اتنين الجزر التكعيبي لسالب تمانية بسالب اتنين هل السلب 2 موجود في الفترة المغلقة سالب 1 و 2؟ هل السلب 2 الجزر التكعيب السالب 8؟ سالب 2. هل السلب 2 موجود في الفترة دي ولا مش موجود؟ السلب 8 الجزر التكعيب السالب 8 سالب 2. هل موجود هنا؟ ممتازين مش جاعد يبقى لا ينتمي. مفيش في الفترة المغلقة سالب 1 و 2 من أول السالب 1. لغاية التنين مفيش حاجة اسمها سالب 2. يبقى لا ينتمي. رقم زين؟ القيمة المطلقة لسالب 5. طبعا عارفين القيمة المطلقة لسالب 5 بتسوي 5. يبتسوي 5. طب الخمسة موجودة في الفترة دي ولا لا؟ الخمسة هل موجودة في الفترة دي ولا لا؟ هل الخمسة موجودة في الفترة؟ النصف مغلقة 4 و 6 ولا؟ طبعا موجودة. يبقى الإجابة ينتمي. يلا كده شوفوا رقم حق دي. رقم حق. 2 و 3 من 10. في 10 أس سالب 5. نجة من الفترة 0 و ما لنهاية؟ معنى الفترة المفتوحة 0 و ما لنهاية؟ الفترة المفتوحة 0 و ما لنهاية؟ يعني الأعداد الحقيقية الموجبة. معنى الفترة المفتوحة. معنى الفترة المفتوحة 0 و ما لنهاية؟ يعني الأعداد الحقيقية الموجبة. هل 2 و 3 من 10 في 10 أس سالب 5 موجود في الأعداد الحقيقية الموجبة ولا؟ يلا كده نشوف إجاباتكم. نشوف مع بعض. نشوف علي بيقول لا ينتمي. وميسون لا ينتمي. وهنا لا ينتمي برضي. للإجابات اللي بتاعت السؤال الجديمة ده كله الجديم. تمام؟ اكتبوا لنا الجديد بقى. أورها لكم تاني. أورها لكم تاني. هذه 2 و 3 من 10 في 10 أس سالب 5. إعلقتها بالفترة 0 و ما لنهاية. الفترة المفتوحة 0 و ما لنهاية. ينتمي ولا لا ينتمي. لو موجودة. وخلي بالكم. معنى الفترة. معنى الفترة المفتوحة 0 و ما لا نهاية. معنى الفترة المفتوحة 0 و ما لا نهاية. يعني دي مجموعة الأعداد الحقية الموجبة. هل ده تبع الأعداد الحقية الموجبة ولا لا؟ هذه لا ينتمي. لا ينتمي. وهنا ينتمي. طيب. الناس اللي نرسين. تمام يا نرسين. أنا كنت عاوزة أعرف اسمك يا نرسين. بتقول ينتمي. تعال نشوف يا نرسين. ينتمي ولا لا ينتمي. يعني آآ فرح بيقول لا ينتمي. طيب. ليه يا فرح كتبت لا ينتمي؟ يعني إيه اللي خلاك أو إيه اللي خلاكي تكتبي لا ينتمي؟ يعني نرسين كتبت ينتمي. وفرح كتبت لا ينتمي. وميسونها لا ينتمي. طيب هي ينتمي ولا ينتمي؟ هي لا ينتمي ولا ينتمي؟ طيب. اللي كتب لا ينتمي. كتب ليه لا ينتمي؟ اللي كتب لا ينتمي. كتبت ليه؟ على أي أساس قلت لا ينتمي. طيب. تعالوا نروح مع بعض نشوف. نشوف مع بعض. قلنا دي معناها الأعداد الحقية الموجبة. العدد ده بقى. اتنين وثلاثة من عشرة. في عشرة قس سالب خمسة. ده عدد موجب ولا عدد سالب؟ لو عدد موجب أحط ينتمي. لو عدد سالب أحط لا ينتمي. الناس اتغشت في عشرة قس سالب خمسة. عشان كده كتبت لا ينتمي. هو المفروض الإجابة ينتمي. ليه؟ عشرة قس سالب خمسة ده خدنا في سنة أولى عدادي مش معناه العدد ده سالب. عشرة قس سالب خمسة معنى واحد على عشرة قس سالب خمسة. العدد بتاعنا ده عدد موجب بس كسر. معنى عشرة قس سالب خمسة ده مش عدد سالب. ده عدد موجب بس كسر. عشرة قس سالب خمسة معنى واحد على عشرة قس خمسة. يبقى اللي جال ينتمي ممتازين. واللي جال لا ينتمي ممتاز بس يخلي باله ان عشرة قس سالب خمسة ده عدد موجب مش سالب. عشرة قس سالب خمسة. معنى معنى واحد على عشرة قس خمسة. يعني ده عدد موجب. الله يفتع عليكم ممتازين. تعالوا نشوف بجا العمليات على الفترات. ايه العمليات دي? عندنا تقاطع واتحاد وإكمال وفرج. تقاطع واتحاد وإكمال وفرج. والناس المطلقة بتتخلي بالها معانا بالراحة ووحدة وحدة حنفهم حاجة حاجة. نتوكل على الله نبتدي بالاتحاد. ايه الاتحاد دي بجا? معنى الف التحاد به. يعني جميع العناصر. اللي جاعدة في الف وجاعدة في به. اللي موجودة في الف وموجودة في مين? به. معنى الف التحاد به. يعني جميع العناصر. اللي موجودة في الف وموجودة في مين? في به. يعني لو جاب لي فترة زي كده. الفترة خلي بالكم معي. عشان عاوزين نشوف ازاي بنحل الكلام ده. ولازم في الامتحانات بيجيب لي وحدة. ما يقول لي ايه الفترة النصف مغلقة سالب اتنين وثلاثة اتحاد الفترة النصف مغلقة واحد وخمسة يسوي يستحسن جلي او ما جليش انا بعمل خط الاعداد يعني ممكن يقول لي في المسألة باستخدام خط الاعداد اوجد جلي او ما جليش يستحسن اعمل خط الاعداد عشان ما اطلق بطش تعالوا نعمل خط الاعداد ونرسم الفترتين ونشوف الاتحاد اول حاجة انا هعمل خط الاعداد وجسمه 0 1 2 3 4 5 خلاص وسالب واحد وسالب اتنين طبعا اكبر حاجة اعايزها الخمسة واصغر حاجة سالب اتنين تمام كده هعمل دايرة انا عندي السالب اتنين بس لحظة ان القص بتاع السالب اتنين ماله مغلق القص بتاع السالب اتنين مغلق فانا هعمل دايرة عند السالب اتنين مغلقة مظللة واعمل دايرة عند مين كماني عند التلاتة بس لاحظوا القص بتاع التلاتة مفتوح فانا هرسم الدايرة عند التلاتة مفتوحة رسمت دايرة عند السالب اتنين وظللتها لان القص مغلق ودايرة عند التلاتة وما ظللتهاش لان القص مفتوح ووصل بين الدايرتين وظلل اللي بينهم سواء الدوائر مظللة ومش مظللة اللي بينهم اتظلل ايش اللي عاوز يظلل كده ماشي اللي عاوز يسودها خالص ماشي طيب لسمنا الفترة الاولى دي من فوق حنرسم الفترة التانية من تحت حرسم دايرة عند الواحد ولاحظة القوس بتاعة الواحد مغلق يبقى حرسم دايرة عند الواحد ومغلقها مظللة وارسم دايرة عند الخمسة بس مفتوحة عشان القوس بتاعتها مفتوح ووصل بين الدايرتين وظل اللي بينهم كده أنا رسمت مية مية رسم وبعدين أنا عايز الاتحاد الاتحاد قلنا جميع العناصر يعني من أول حاجة مرسومة لغاية آخر حاجة مرسومة يعني من أول السلب اتنين لغاية الكام الخمسة السلب اتنين مغلق والخمسة ماله مفتوح من أول السلب اتنين لغاية الخمسة الاتحاد الكل الاتحاد الكل من أول حاجة لغاية آخر حاجة من السلب اتنين لغاية الخمسة والأقواص بتاعتنا على حسب الدوارة الموجودة السلب اتنين مغلق يبقى مغلق والخمسة مفتوحة طيب تعال نشوف التقاطع التقاطع معنى الحاجات المشتركة معنى التقاطع يعني الحاجات المشتركة معنى التقاطع يعني الحاجات المشتركة يعني الحاجات اللي موجودة في الألف وفي نفس الوقت موجودة في البيه معنى التقاطع يعني المشترك تعالى نشوف المسألة لحظوا المسألة دي هي هي اللي فوق بس اللي فوق كانت التحادل اللي هنا ايدي اياه تقاطع مش هرسم لها رسمة جديدة نفس الرسمة نفس الرسمة هي هي بس التقاطع معناه ماله بنقول المشترك مشترك من أول فين عندنا من أول هنا مشترك هذه الحتة المشتركة من أول الواحد لغاية مين معايا مشترك لغاية التلاتة دي الحتة المشتركة معنى مشتركة يعني موجودة فوق وموجودة تحت مشتركة يعني موجودة فوق وموجودة تحت مرسومة فوق ومرسومة تحتيها يبقى المشترك من أول الواحد لغاية مين التلاتة المشترك من أول الواحد لغاية مين معايا لغاية التلاتة بس لحظوا الواحد مظلل فوق وتحت الواحد مظلل فوق وتحت فجفلنا القوس اما في التلاتة مظلل تحت بس مش مظلل فوق يبقى القوس مفتوح يبقى نطلع من هنا بحاجة عشان اكفل القوس في التقاطع لازم التزليل بتاعي يكون فوق وتحت عشان اكفل القوس في التقاطع لازم التزليل بتاعي يبقى فوق وتحت في الفترة الاولى الفترة التانية لازم يكون مشترك موجود فوق وموجود تحت تاني عشان اكفل القوس في التقاطع لازم الحاجة تكون موجودة في الفترتين يعني الواحد موجود فوق وتحت ايوة عشان كده جفلنا القوس مظلل فوق وتحت طب هل التلاتة موجودة فوق وتحت؟ لا. فالقوص يبقى مفتوح. يبقى في الاتحاد بناخده الاقواص على حسب الدور الموجودة. كفاية واحدة داي لتكون مظللة في الاتحاد عشانك في القوص. اما في التقاطع عشانك في القوص لازم يكون التزليل فوق وتحت. عشانك في القوص في التقاطع لازم التزليل بتاعنا يكون في الفترة تين. ده بالنسبة للاتحاد والتقاطع. تعالوا ناخد كده مسألة. بيقول لي عايز دلوقتي الاتحاد. الفترة المفتوحة سفر واربعة. اتحاد الفترة نصف مغلقة سالب تلاتة وتسعة. هنعمل ايه? قلنا هنعمل خط الاعداد. جلي ما جليش اعمل خط الاعداد. اه دي رسمت خط الاعداد انا. خلي بالكم. رسمت ازاي خط الاعداد? رسمت دايرة عند السفر ما ظللتهاش. لان القوص بتاع السفر مفتوح. ورسمت دايرة عند الاربعة وما ظللتهاش. لان القوص بتاع الاربعة مفتوح. ورسمت دايرة عند السالب تلاتة وظللتها. لان القوص بتاع السالب تلاتة مغلقة. اما التسعة ما ظللتهاش لان القوص بتاع مفتوح. طبع عاوزين الاتحاد قلنا الاتحاد من اول حاجة لغاية اخر حاجة واضح من اول السالب ثلاثة لغاية مين التسعة والسالب ثلاثة مغلق والتسعة مفتوح لان السالب ثلاثة مظلط هنا والتسعة مش مظلط الاتحاد من اول حاجة لغاية اخر حاجة طي دي سهلة نفس المسألة بس عاوزين التقاطع يعني التقاطع المشترك مشتركين من في اول فيهم من اول السفر لغاية ايه الاربعة يبقى التقطع بتاعنا بيسوي الفترة المفتوحة سفر وكام واربعة ونلاحظ حاجة مهمة جدا في المسألة دي لما يكون عندنا مجموعتين واحدة جزء من التانية لاحظوا ان المجموعة الفترة سفر واربعة الفترة مفتوحة سفر واربعة دي جزء من الفترة النصف مغلغة سالب تلاتة وتسعة يعني الفترة سفر واربعة دي حتى من الفترة الكبيرة اللي فوق سالب تلاتة وتسعة دايما لما يكون عندنا فترة جزء من فترة في التقاطع بناخد في التقاطع بناخد الزغير وفي الاتحاد بناخد الكبير طيب مسألة تانية بيقول للفترة النصف مفتوحة سالب ما لنهاية وتلاتة سالب ما لنهاية وتلاتة الفترة النصف مفتوحة سالب ما لنهاية وتلاتة اتحاد الفترة المفتوحة سبعة وكام وما لنهاية هعملها ازاي اعمل خط الاعداد هعمل لنا دايرة عند التلاتة أيوة أظللها ليه أظللها لأن القص ماله مغلق وأمشي ناحية السالب مالا نهاية خلي بالكم دي سالب مالا نهاية حمشي ناحية السالب مالا نهاية حمشي ناحية السالب مالا نهاية أيوة حمشي شمال ناحية السالب مالا نهاية وأعمل دايرة عند السبعة وما ظللهاش ومشي ناحية الموجة بماله نهاية أنا كده رسمت رسمت الفترتين الفترة الأولى كانت سالب من النهاية وال3 عملت دايرة عند الثلاثة وظللتها لأن القوص بتاعة الثلاثة مغلق فظللت الدايرة ومشيت نهاية سالب من النهاية والفترة المفتوحة 7 وما النهاية عملت دايرة عند السبعة عملت دايرة عند السبع بس ما ظللتهاش ليه ما ظللتهاش عشان القص مفتوح ومشي تناحية المجمل نهاية طب انا عايز الاتحاد عايز انا الاتحاد يعني ايه الاتحاد من اول حاجة لاخر حاجة واحد يقول لي من سالب من نهاية لغاية موجب من نهاية بس في حتة مفقودة في النص لا جاعدة فوق ولا جاعدة ايه تحت هي الاجابة بتاعتنا هتبقى من اول السالب من نهاية غاية موجب من نهاية معادة الحتة اللي في النص دي يعني الاجابة هتبقى جميع الاعداد الحقية من السالب من نهاية لغاية موجب من نهاية كل الاعداد الحقية معادة الفترة اللي جاعدة في النص دي اللي هي مش جاعدة لفوق ولا جاعدة تحت طب التلاتة موجودة اه موجودة التلاتة عشان كده مش هنستبعدها هنخلي القص بتاعتها مفتوح خلي بالكم لان في ناس كثير مش بتفهمها الحتة دي. في ناس يقول ايه؟ هو التلاتة مش القوس بتاعها مش الدايرة مظللة. ليه انا فتحت القوس. خلي بالكم احنا بقول حا فرج. يعني عاوزين نشوف اللي حنستبعده. احنا عاوزين اللي حنستبعده. اللي حنستبعده مين? اللي مش موجود. الحاجات اللي مش موجودة هنا. هل التلاتة مش موجودة؟ لا التلاتة موجودة. فمش حنستبعدها. حنخلي القوس بتاعها مفتوح. خلي بالكم. ها? يعني العدادة الحقيقة كلها ما عادة الفترة النصف مفتوحة تلاتة وسبعة. ليه? القوس بتاع التلاتة. فتحناه مع عني الدايرة هنا مظللة. ده انا عايز اللي حستبعده. فبجلب. يعني ما اقول ها فرج. دي مغلقة. يبقى القوس بتاعها مفتوح. ودي مفتوحة. يبقى القوس بتاعها مغلق. انا عايز بقوله اني عندينا الاتحاد بتاعنا. جميع الاعداد الحقية معادة الجزء ده. اللي هو من بعد التلاتة لغاية السبعة. معادة الفترة المفتوحة تلاتة وسبعة. مرة اخيرة. لو عاوز الاتحاد. شكلي لو عاوز الاتحاد. بقوله من اول السالب من هاي. غاية موجة من هاي. لها حا. معادة فرج. الحتة دي. ولما اكتب الفرج باعكس الاغواس. يعني ايه. الدايرة هنا. مظللة. يبقى القوس بتاعها مفتوح. الدايرة هنا مفتوحة. يبقى القوس بتاعها مغلق. طب لو عايز التقاطع. ممتاز. ممتاز. اللي بيقول ما فيش تقاطع. فعلا ما فيش تقاطع. ده هم الفترتين بعد من بعض. الفترتين بعد من بعض. دي فترة في حتة ودي فترة في حتة. مش مشتركين خالص. يبقى تقاطعهم بيساوي ايه. الله ينور عليكم ممتازين. ممتازين الاجابة في. مفيش تقاطع خالص بينهم. دي فترة ودي فترة خالص. بعد من بعض خالص. مش مشتركين في بعض خالص. يبقى التقاطع بتاعنا يساوي في. ده التقاطع والاتحاد. طيب. تعالوا نشوف الفرج بقى. نركز في الفرج. عشان فيك ناس كثير بتستصعب الفرج. مع انه ساهل بقى. يبقى عرفنا التقاطع والاتحاد. التقاطع والاتحاد. تعالوا نشوف الفرج. الفرج ده. معنى الف فرق به. معنى يقصد بالف فرق به. يعني جميع العناصر. اللي موجودة في الف وغير موجودة في به. معنى الف فرق به. يعني جميع العناصر. اللي موجودة في الالف. ومش موجودة في الباق. دايما الفرج شباب يا بنات. دايما الفرج يعني اللي موجود في الاولى ومش موجود في التانية. ادي مسألة. بيقول لي سالب الفترة النصف مغلقة. سالب اتنين وثلاثة. فرج النصف مغلقة واحد وخمسة. اعمل ايه؟ نرسم خط الاعداد. جلي ما جليش اعمل ارسم خط الاعداد. طالما فترات ارسم خط الاعداد. طالما فترات عندنا انا بقى ارسم خط الاعداد. طالما فترات عشان ما تعرفش وما توش ارسم خط الاعداد. ادي ارسم خط الاعداد. ادي هنجسم سفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وسالب واحد وسالب اتنين. هرسم دايرة عند السالب اتنين. ونظللها تمام. لان القوس بتاع السالب اتنين مغلق. وارسم دايرة عند الثلاثة واسيبها مفتوحة ووصل بين الدايرتين وظلل اللي بينه تمام وبعد كده ارسم دايرة زي ما رسمت الفترة اولى من فوق ارسم الفترة التانية من تحت بارسم الفترة اولى من فوق والفترة التانية من تحتها هارسم دايرة عند الواحد وظللها وارسم دايرة عند الخمسة واسيبها مفتوحة ووصل بين الدايرتين وظلل اللي بينه انا كده رسمت. بعد ما رسمنا انا عايز الفرج. معنى الفرج يعني اللي موجود في الاولى ومش موجود في التانية. خلي بالكم. انا عايز اللي موجود في الاولى. الاولى دي رسمتها من فوق. اللي هو الاحمر. والتاني رسمتها من تحت بالقول الاخضر. انا عايز اللي موجود فوق ومش موجود تحت. اللي موجود فوق ومش موجود تحت من اول هنا. لغاية يعني من سالب 2 لغاية مين لغاية الواحد من سالب 2 لغاية الواحد محدش يقول للغاية السفر لان بليه السفر والقاحد فيه أعداد كتيرة جدا انا حاخد من سالب 2 لغاية الواحد واحكمها بالاقواص تاني انا عايز الفترة النصف مغلقة سالب 2 و 3 فرج الفترة النصف مغلاقة واحد وخمسة. رسمت. الفترة الاولى من فوق والتاني من تحت. معنى الفرج يعني اللي موجود في الاولى ومش موجود في التانية. يعني اللي موجود فوق ومش موجود ايه? تحت. اللي موجود فوق ومش موجود تحت? الحتة دي. اهل الجزء ده. الجزء ده. من سالب اتنين لغاية واحد. طب الاقواس بقى. جال لي عشان تكفي للقوس في الفرج? ركزوا. عشان تكفي للقوس في الفرج. لازم الحاجة تكون موجودة في الاولى ومش موجودة في التانية. عشان اكفي للقوس في الفرج. لازم الحاجة تكون موجودة في الاولى ومش موجودة في التانية. خلي بالكم. عشان اكفي للقوس في الفرج. لازم الحاجة تكون موجودة في الاولى ومش موجودة في التانية. يعني ايه? ادي السالب اتنين. موجود في الفترة اللي فوق? ايوة. الدائرة بتاع السلب اتنين مظلة. مغلق. يبقى السلب اتنين موجود فوق. طب هل السلب اتنين موجودة تحت? لا. يعني السلب اتنين موجودة فوق ومش موجودة ايه? تحت. يبقى القوس مغلق. عشان اكفل القوس الفرج. لازم الحاجة تكون موجودة فوق ومش موجودة تحت. موجودة في الاولى ومش موجودة في التانية. ابتعالوا نشوف القوس بتاع الواحد. الواحد. هل الواحد موجود في الفترة اللي فوق? ايوة ده كله تظليل. الواحد موجود فوق طب هل الواحد موجود تحت ايوه الواحد مزلل فوق ومزلل ايه تحت يعني موجود فوق وموجود فين تحت ما ينفعش يبقى القوس مفتوح عشان اكفل القوس في الفرج عشان اكفل القوس في الفرج لازم الحاجة تكون موجودة في الاولى ومش موجودة في التانية عشان اكفل القوس في الفرج هذه الاجابة طيب بقى فرجة الف العكس يعني اللي موجود فيه ومش موجود في ألف معنى به فرج ألف يعني اللي موجود في به ومش موجود في ألف معنى به فرج ألف يعني اللي موجود في البي ومش موجود في الألف معنى الفرج اللي موجود في الأولى ومش موجود في التانية طب نفس المسألة بس جلبناها خلي بالكم الفترة المغلقة النصف مغلقة واحد وخمسة الفترة النصف مغلقة واحد وخمسة. فرج الفترة النصف مغلقة الساعة الاثنين وثلاثة. يعني عاوز دلوقتي اللي موجود تحت. ومش موجود فوق. انا عايز دلوقتي اللي جاعد تحت. ومش جاعد فوق. اللي جاعد تحت. ومش جاعد فوق. ايوه من اول هنا. لغاية هنا. اها ده جاعد تحت ومفيش فوق اي حاجة. جاعد تحت ومفيش فوقي رسم. يبقى ده الفرج بتاعنا. اللي تحت فرج اللي فوق. طب اكتب ازاي? اكتب من اول التلاتة. لغاية. الفصلة بتاعتنا لغاية الخمسة. من التلاتة لغاية الخمسة. من التلاتة لغاية الخمسة. طب الاخواص. قلنا عشان نكفي للقوص. لازم الحاجة تكون موجودة في الاولى. ومش موجودة في التانية. الاولى اللي هي من تحت. خى بانكم دereخيتي. الاولى اللي هي من تحت. هل التلاتة موجودة تحت اي وأي بالان مزللة? كل ده فظليل. فالتلاتة موجودة تحت. طب هل التلاتة موجودة فوق? لا لان이 الده لديها التلاتة مفتوعة. يعني التلاتة موجودة تحت ومش موجودة فوق. يبقى نكفي للقوص. عشان اكفي للقوص. في الفرج. لازم يكون الحاجة موجودة في الاولى ومش موجودة فيهن? في التانية. طب تعالوا نشوف الخمسة. الخمسة لا موجودة لا تحت ولا موجودة فوق الخمسة هنا مش مظللة يعني ما فيش خمسات وهنا برتي يعني الخمسة لا جاعدة تحت ولا جاعدة ايه فوق يبقى القوس مفتوح عشان أكفل القوس في الفرج لازم الحاجة تكون موجودة في الأولى ومش موجودة في التانية طيب طيب تعال نروح للإكمال مكملة فترة هو كل ما خارج الفترة من العداد الحقية المكملة هو الفرق بين مجموعة العداد الحقية والفترة نفسها ايه الكلام اللي مش بفهوم ده تعالوا نشوف لو عندي فترة كده أنا عشان نفهم يعني الكلام ده الفترة النصف مفتوحة اتنين وكام وخمسة تعالوا نرسمها على الخط كده عشان نشوف حلسم دايرة عند التنين وما ظللهاش لأن القوس بتاعة التنين مفتوح وحرسم دايرة عند الخمسة وظللها أن القوسة على الخمسة مغلق ووصل بينهم وظل اللي بينهم ده الفترة بتاعتنا المكملة باجى اللي باجي من الخط باجيت خط للأعداد كله يعني ايه باجيت خط للأعداد كله يعني هاخد الجزء ده اللي هو من أول السالب منها النهاية لغاية التنين الجزء ده كله والجزء ده كله المكملة الجزء ده والجزء ده الجزء ده من أول السالب من نهاية لغاية التنين والجزء ده من الخمسة لغاية المالة نهاية يعني المكملة بتاعتنا هتبقى حتتين حتة على الشمال وحتة على يمين لأن السيم ما ياخدى حتة من الخط فالمكملة بتاعتنا بجيت الخط بجيت الخط هو ما خارج الفترة من العلالة الحقيقة بجيت الخط وبجيت الخط حتتين حتة عن الشمال وحتة على يمين ازاي اكتبهم هادي مكملة سين سين وفقى شرطة ما نقول عليها مكملة سين من سالب ما نهى الجزء على الشمال ده من سالب ما نهى لغاية التنين الحتة اللي دي من سالب ما نهى لغاية التنين طب ليه جفلت القوس بتاع التنين انا طالما القوس بتاع التنين طالما القوس بتاع التنين في الاصل مفتوح يبقى في المكملة مغلق عكس القوس الموجود خلي بالكم اتحاد الحتة دي من كام دي من خمسة لغاية ما لاه نهاية الخمسة في الأصلية في السينة الأصلية القوس مغلق يبقى في المكملة القوس ماله مفتونا الإكمال ده ساهل جدا 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 الإكمال أرسل وشوف الحتة اللي فضلة معايا الحتة اللي فضلة معايا هنا في حتتين فضلين الحتة عن اليمين وحتة عن ايه؟ عن الشمال ولو كان القوص بتاعنا في الأصل مفتوح يبقى في المكملة مغلق في الأصل مغلق يبقى في المكملة مفتوح تعالوا نشوف واحدة تانية لو عندنا صاد فترة صاد بتسوي الفترة المفتوحة سالب ما لنهاية واثنين صاد بتسوي الفترة المفتوحة سالب ما لنهاية واثنين تعالوا نرسمها نرسمها قادي دايرة عند التنين واسيبها مفتوحة لأن القصة عند التنين مفتوح وامشي ناحية السالب ما له نهاية وظل طبعا خلي بالكم الصاد هنا ما أخده نص الخط يبقى مكملتها النص التاني مش هتبقى فترين خلي بالكم الفرج بين السين والصاد السين كانت ما أخده حتة من الخط فمكملتها حتتين حتة على يمين وحتة على الشمال أما الصاد دي ما أخده نص الخط يبقى مكملتنا مكملتنا حتبقى النص التاني النص التاني اللي من هنا دا يعني المكملة بتاعتنا هتبقى من أول التنين لغاية الموجة بمالة نهاية المكملة بتاعتنا هتبقى من أول التنين لغاية الموجة بمالة نهاية وطبعا التنين أصلا في الأصل مفتوح يبقى في المكملة مغلق الإكمال دا ساهل جدا جدا ارسم حلقة الكلام يطلع بالنسبة لي ساهل جدا 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 طيب تعالوا نشوف تدريب كده نشوف فهمنا ايه نشوف مع بعض بيقول لي واحد الفترة الفترة المغلقة اتنين وخمسة فرج اتنين اي يعني فرج اتنين يعني انا هطلع اتنين معنى فرج اتنين يعني هطلع اتنين معنى الفترة المغلقة اتنين وخمسة طبعا الفترة المغلقة اتنين وخمسة يعني جميع العدد من اول اتنين لغاية الخمسة اتنين تابعنا والخمس تابعنا فرجع انا هطلع حرمي هستبعد هستبعد مين اتنين يبقى الاجابة بتاعتنا احلها انا دي وديكم واحد احلوا انتو هتبقى الاجابة بتاعتنا افتح القوس بتاعت التنين لاني انا هستبعد التنين. يبقى القوص بتاع التنين. اللي كان مغلق. يجبه مفتور. مش محتاجين خطة عدد فيها دي. طالما فترة مع مجموعة مش محتاجين خطة عدد. لكن لو فترات. اعمل خطة عدد. طيب. تعالنا شو بالتانية. التانية. بيقول للفترة المغلقة. اتنين وخمسة. فرج الخمسة. يعني هستبعد الخمسة. هطلع الخمسة. هرمي الخمسة. يبقى القوص بتاع الخمسة اللي هو مغلق. يبقى ماله. يبقى مفتوح. خلينا ورعليكم. رقم تلاتة. الفترة المغلقة اتنين وخمسة. والمرة دي. فرج المجموعة اتنين وخمسة. يعني هطلع اتنين. وهطلع مين كمان ايه? الخمسة. يبقى الاقواس اللي كانت مغلقة تحصل لها ايه? تتفتح. تبقى الفترة المفتوح اتنين وخمسة. طب شوفوا دي. شوفوا فاهمكم دي. بيقولي الفترة النصف مفتوحة اتنين وخمسة. الفترة النصف مفتوحة اتنين وخمسة. قوص اتنين مفتوح قوص خمسة مغلقة. اتحاد. اتحاد. اتحاد يعني هزود. هنضيف. هنضيف التنين. هنضيف مين? المجموعة اتنين. الحل اللي هيبقى ايه? انا هضيف التنين. هضيف التنين. يلا. اكتبوا لنا كده الاجابة. هضيف التنين. هضيف التنين. شوف الاجابة تبقى ايه؟ ان شاء الله الحصة الجاية يا علي نعمل براجع. حاضر. حاضر يا علي الحصة الجاية. انا عايز دلوقتي الحل بتاعنا. الفترة. النصف. مفتوحة اتنين وخمسة. لما اعمل اتحاد. لما اعمل اتحاد للتنين. خلي بالكم القص بتاع التنين مفتوح لكن الخمسة مغلق. هعمل اتحاد. لمين? للتنين. دي ياسين بيقول هتبقى الفترة مغلقة اتنين وخمسة. ونرسين هكفل التنين والخمسة. وعلي بيقول هبقى نكفل الاقواص. وميسون هنكفل الاقواص. هنكفلهم ماشي يا نرسين. طيب. هنكفل الاقواص. التنين مغلقين. الله ينور عليكم. فعلا هنكفل الاقواص. فعلا هنكفل الاقواص. طالما طالما. طالما عندنا. طالما عندنا. اتحاد يعني حضيف. حضيف. هزود. هنزود مين? اتنين. يبقى القوس اللي كان مغلق. القوس اللي كان مفتوح يتجفل. رقم خمسة هنعمل اتحاد للخمسة. يبقى القوس بتاع الخمسة هتجفل. خلاص فيمتوها دي. رقم ستة. الفترة المفتوحة اتنين وخمسة. اتحاد. المجموعة اتنين وخمسة. يبقى اللي كانوا مفتوحين. يتجفلوا. الله ينور عليكم. تمام. مسألة بتاجي في الامتحانات كتير. بيقول لي سين. مدينا فترتين. سين وساط. بيقول لي اوجد سين اتحاد ساط. وسين تقاطع ساط. وسين فرج ساط. وساط فرج سين. انا. هنعمل ايه? انا هحل ازاي هعمل خط الاعداد. وارسم الفترتين. هرسم الفترة الاولى من فوق. والفترة التانية من تحت. خلاص. بعد ما رسمنا. هنجيب الاتحاد. الاتحاد من اول حاجة لغاية اخر حاجة. الاتحاد من الاول الاخر. الاتحاد هتبقى من سالب تلاتة لغاية اتنين. الخمسة. والاقواس مغلقة. لان اقواس الدواير في الاتحاد زي ما هي. عاوزين التقاطع. التقاطع من اول السالب واحد لغاية التنين. من السالب واحد. التقاطع المشترك من اول السالب واحد لغاية التنين. السالب واحد مغلق. لكن التنين ماله مفتوح. قلت لكم قبل كده عشان اكفل القوس في التقاطع لازم يكون الحاجة موجودة فوق وتحت. نلاحظ ان السالب واحد موجود فوق وتحت. فجفلنا القوس. لكن التنين مش موجود فوق وتحت. ففتحنا القوس. سين اللي باللول الأسود والصادر اللي بالأحمد. اللي موجود فوق ومش موجود تحت الحتة دي. من سالب ثلاثة لغاية سالب واحد. السالب ثلاثة مغلط لانه موجود فوق لكن ما مش موجود تحت. اما السالب واحد مفتوح لانه موجود فوق وموجود فين تحت. صاد فرجسين. صاد فرجسين يعني اللي موجود في صاد. الصاد اللي هي في الأحمر. اللي موجود في الأحمر ومش موجود فوق في الأسود. الجزء ده من اول التلال لغاية الكام؟ الخمسة. التنين مغلق. ليه التنين مغلق؟ لأنه موجودة في الاحمر ومش موجودة في الاسود. موجودة تحت ومش موجود فوق. معنى الفرق يعني اللي موجود في الاولى ومش موجود في التانية. عسناك في القوس في الفرق لازم يكون موجود في الاولى ومش موجود فين في التانية. فالقوس بتاع التنين مغلق لأنه موجودة في الاحمر ومش موجودة في الاسود. والخمسة مغلق برضي لأنه موجودة في الاحمر ومش موجودة فين في الاسود مسألة تاني برضي هنرسمها برضي هنرسم بسرعة عشان الوقت ونرسم الفترة التانية وبعد ما رسمنا عاوزين الاتحاد الاتحاد كل الاعداد الحقية ها من السالب ما النهاية لغاية الموجة ما النهاية طيب التغاطع التغاطع المشترك من اول الواحد لغاية التلاتة الواحد مغلق لانه مظلل فوق وتحت والتلاتة مفتوح لانه مظلل فوق بس عشان اكفل القصف التقاطع لازم يكون مظلل فوق ايه وتحت معنى سين فرجسات السين اللي بالاخضر فوق السين اللي رسمع بالاخضر انا السين اللي معمولة باللون الاخضر ايه اللي موجودة في الاخضر ومش موجودة في الاحمر من اول السالب ما النهاية لغاية الواحد من اول السالب ما النهاية لغاية الواحد السالب ما النهاية ما فكرش فيه دايما الأقواص بتاعت السال بما النهاية والموجة بما النهاية أقواص مفتوحة طيب ليه الواحد فتحنا القوص بتاعه لأن الواحد موجود في الأخضر وموجود فين؟ في الأحمر عشان أكفل القوص في الفرج لازم يكون موجود في الأولى ومش موجود في التانية تعالوا آخر حاجة بقى صاد فرج سين يعني اللي جعت في الأحمر ومش جعت في الأخضر اللي جعت في الأحمر ومش جعت فيه الأخضر من أول التلاتة لغاية ما النهاية والقوص بتاعة الثلاثة حيبقى مغلق لأنه جاعت في الأحمر ومش جاعت في الأخضر يعني ثلاثة وما النهاية أما القوص تعالى من النهاية ما فكرش فيه دايما الأقواص بتاعة الموجة من النهاية أو الأقواص بتاعة السالة من النهاية أقواص مفتوحة أتمنى النهاردة تكونوا استفدتوا معنا بدرسنا بتاع النهاردة بتاع الفترات إن شاء الله مبعدنا إن شاء الله حيبقى يوم الأربع الساعة تسعة مع درس من دروس الهندسة ويوم الأحد درس جديد من دروس الجبر إن شاء الله كان معكم أستاذ خالد سيد عبد الرحيم من إدارة الأغصر التعليمية مدرسة الأغصر العدادية بنات مع تمنيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بالتوفيق والنجاح دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته